شيرين عبدالوهاب تبكي في حفلها الأخير بالكويت قدمت أغاني حزينة ذكرتها بتجارب صعبة عاشتها في حياتها ظهرت بإطلالة كاجوا لم تناسب ظهورها على المسرح إليكم في هذه الحلقة تفاصيل حفل شيرين عبدالوهاب الأخير أحيت شيرين عبدالوهاب مؤخرا حفلا جديدا بدولة الكويت وقدمت خلال الحفل مجموعة من أغانيه الحزينة بناء على طلب الجمهور وبعد الانتهاء من أحد الأغاني بكت أثناء تواجدها على المسرح حاولت شيرين أن تتمالك نفسها سريعا حتى لا تفسد الحفل وقالت لجمهورها لعوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة وهو ما فسره البعض بأن علاقتها بحسام كانت سيئة لكنها استطاعت أن تقدم حفلا ناجحا كعادتها ارتدت شيرين في الحفل إطلال تكاجوا لم تناسب طبيعة الحفل فظهرت بسويتشيرت من اللون الأسود وبنطلون جلد أسود أما شعرها فيبدو أنه أصبح أكثر طولا لأنها استطاعت تصفيفه بشكل جديد ومختلف شيرين عبدالوهاب أثارت الجدل مؤخرا بعد ظهورها بوزن زائد ويبدو أنها تمر بحالة نفسية سيئة جعلتها تفقد الشغف للاهتمام بأناقتها وتوقع بعض متابعيها أنها ستعود لنفس الوزن الذي ظهرت به بعد إنجاب بناتها شيرين عبدالوهاب أعلنت خبر انفصالها عن حسام حبيب نهاية 2021 وقالت إن سبب الانفصال هو شعورها بالتعب في هذه العلاقة لأنها كانت تمارس دور الأم وقالت إنها كانت تتمنى أن تعيش مع رجل يجعلها تشعر بأنها ملكة وسندريلا تمنت شيرين تكوين أسره مع حسام حبيب واضطرت لتجميد البويضات في أمريكا لكن الأمر لم يتم كما أرادت لأن حسام أسر على حفظ البويضات وهي مخصبة وبعد الانفصال أصبحت شيرين لا تريد الإنجاب منها أو وجود أي شيء يربطهما رغم تصريحات شيرين بعد الانفصال والتي كشفت من خلالها عن حياتها الصعبة أثناء زواجها من حسام حبيب لكنها أكدت أنها ما زالت تحبه بشدة لكن تصرفاته غير المسؤولة كانت سبب الانفصال بنات شيرين عبدالوهاب كانوا سعداء بانفصال والدتهم فنشرت هنا بعد الانفصال أنا أكره شخصا يبدأ اسمه بحرف الـ H وكان من الواضح أنها تقصد حسام حبيب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر